على السلوكيات المختلفة نلاقي بعض السلوكيات البسيطة أو بعض السلوكيات المبالغ فيها ما بين بعض الذاكرين بطرق تجعل الأمر ملفت للانتباه أو للأنظار أو بعض المتقربين عند المقام مثلاً بشيء أو بآخر فيكون في بعض المفردات أو بعض السلوكيات هنا المآخذ على هذا تقص ببساطة علم الإنسان ووعيه وإدراكه ولا نحاكمها محاكمة العالم حضرتك كل شيء نعرضه على الكتاب والسنة أي حاجة تخرج عن الكتاب والسنة أنا منها بريء وكل أسير إبراهيم الدسوقي بيقول من كان متبسكاً بالشرع ضريفاً نظيفاً فهو ابني وإن كان من أقصى البلاد ومن لم يكن متبسكاً بالشريعة فأنا منه بريء وإن كان ابني لصلبي أنا عندي محكمش إلى عادات ولا مشايخ ولا آراء الشيء إذا كان موافق للقرآن والسنة على عينه رأسي إذا خرج عن هذا الحد أنا منه بريء لكن احنا اعتمدنا في فهم القرآن والسنة على علوم المجتهدين علوم من؟ المجتهدين نعم فنحن أيضاً إذا كنا نتكلم عن صاحب وعي بسيط فهو بحاجة لأن يكون وعياً لوقع الأمر من القرآن والسنة هم الناس اللي هم الأصحاب الطرق اللي بيزوروا الأولية وبيعملوا حضرات ما بيخرجوش فيها عن الكتاب والسنة يعني إما مثلاً بيعود يذكروا الله أو يقرأوا سورة ياسين جماعي ويذكروا الله الله لا إله إلا الله جنوساً وليس وقوفاً في المسجد جنوساً ووقوفاً و على جنوبه أي الذين يذكرون الله لا بيكلم على الحضرة الحضرة آه بس جنوس أو قيام ما فيش أي مشكلة فندق هل نهى رسول الله أو وردناه عن ذكر الله في القيام بل جاء الثناء عليه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه أو الاجتماع على ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ أي والله يرضى عليه فذكر الله والاجتماع على ذكر الله له فضل عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر يبحث عن إيه؟ الذكرين فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هنموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجلحتهم إلى سماء الدنيا ثم يسألهم الله تعالى وهو أعلم ماذا يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول الله تعالى وهل رأوني؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوني؟ فيقول تعالى فكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو أنهم رأون كانوا أشد لك تمجيزاً وأكثر لك تسبيحاً فيقول وماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة فيقول الله تعالى وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله تعالى فكيف لو رأوها؟ قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار قال وهل رأوها؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله تعالى اختصرت الحديث شوي أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول الله تعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فالاجتماع على ذكر الله قيام وقعود